دلوقتي التوتر بقى مرض العصر بقينا بنشوف ناس كتير حوالينا دايما متوترين والتوتر بشكل كبير بيكون أصله الضغط أو وجود الالتزامات كتيرة بيكون فيه الضغط ده أو الالتزامات بيولد نوماً للألأ أو التوتر أو الضغط النفسي بس هل التوتر بالفعل بيكون توتر لحظي أو ممكن يتطور لتوتر مرتبط بموقف أو حتى توتر مستمر يعني حتى الموقف لما بيتكرر يا محمد ممكن أنه يتحول ليه متلازمة التوتر وأحياناً فيه ناس طول الوقت بتكون متوترة والتوتر بيترجم كمان لشخص ما بيعرفش ينام شخص عصبي شخص ما بيعرفش يركز ما بدرش حتى يمارس أي حاجة في حياته اليومية بشكل طبيعي حياته وما أنا فعلاً توتر هو سمة العصر طبعاً ربنا يكون فعون الناس كلها ضغوط اقتصادية شديدة جداً ضغوط حياتية يعني كتير النهاردة هنعرف الفقرة دي مع حضراتكو في صباح الخير يا مصر إيه الفرق بين القلق والتوتر وإمتى التوتر يكون عرض وإمتى يتحول لمرض إزاي أفرق ما بين التوتر اللحظي المرتبط بموقف معين وما بين القلق المرضي الدائم هل في طرق للعلاج إزاي أحافظ على استقراري وسلامي النفسي أمام موجات التوتر الكبيرة أو اللي احنا بنشهدها كل يوم حيجاوب معانا على الأسئلة دي دكتور ريمون ميشيل استشار الصحة النفسية والإرشاد الأسري وتعديل السلوك اللي منورنا ومشرفنا في استوديو صباح الخير مصر أهلاً بيك أهلاً بحضرتك هل في فرق ما بين التوتر والقلق هو مبدئياً أنا محتاج الناس تعرف مجموعة من المشاعر الإنسانية الأساسية الموجودة جوانا كلنا في خلط بيحصل أو إشكالية بتحصل في الفرق ما بين الخوف وما بين التوتر وما بين القلق فنحب الأول نعرف الناس الفرق ما بينهم إيه دايماً الخوف بيكون على شيء مضى بيكون على حاجة حصلت وانتهت فأنا ببتدي يكون عندي حزن مشاعر حزن أو مشاعر بحس أن أنا عندي مشكلة أن أنا أقبل شيء حدث في نقطة تانية اللي هي التوتر التوتر دايماً يتقال عليها أن هي وقتية أو شيء لحظي بيحصل كاستجابة فيسيولوجية في الجسم أن أنا في موقف معين فابتديت يبقى عندي مشاعر توتر ربنا خلق دي بشكل طبيعي ولازم الناس تعرفها ليه أنا ربنا خلق جواي مشاعر التوتر دي مشاعر التوتر في الأصل المفروض بتدفعني للإنجاز أو بتدفعني أن أنا أكون شخص منتج على عكس ما الناس فهمة أن أنا المفروض أقضي على التوتر أو أنا المفروض ما يبقاش في حياتي توتر نتخيل مثلاً لو شخص عنده امتحان أو عنده مقابلة أو عنده حاجة في العمل مهمة جداً لازم يقول بيها وما حسش بمشاعر التوتر دي أنه لازم يكون ينجز شيء معين فبالتالي ممكن يقفق في أي شيء هو بيقوم بيه فدي مشاعر طبيعية نفرق بقى ما بينها وما بين الألأ الألأ عندنا بيتقسم لأكتر من نوع فيه ألأ اسمه ألأ استباقي أو ألأ توقعي وفيه ألأ اسمه ألأ محدد الفرق ما بينهم إيه؟ لو أنا عندي شيء بكرة أو عندي شيء بعد شهر أنا عارف أن الحاجة دي عندي وأنا الآن عشان أنا محتاج أطلع كل إمكاناتي وكل قدراتي ووجهها بالشكل المزبوط والسليم اللي يخليني أقدر أنجح في حياتي فبيبتدي يكون عندي نوع من مشاعر الألأ الألأ ده برضو بيكون مهدف أو مخصص بشيء معين اضطراب الألأ بيكون اضطراب بنقول عليه استباقي أو ألأ توقعي بمعنى إيه أنا الآن طب نيجي نسأل المضطرب أنت الأمن إيه؟ الأمن بكرة الأمن إيه في إيه لألأمنه في بكرة ممكن يحكي لي موقف وبعد ما نبتدي نطمئنه ألا إيه الآن تجاه موقف تاني والموضوع يتكرر لأكتر من موقف فده كده بقى ما بقاش ألأ طبيعي ده كده بقى اسمه اضطراب الألأ المراضي مراض طيب دكتور يعني إيه العلامات أو الدرالات اللي ممكن تظهر على شخص من خلالها أقدر أعرف إن كان متوتر أو ألآن وإزاي أتعامل معي؟ أو أنا حتى لو أنا شخص بيتوتر أو بيلأ إزاي لا أقدر أتعامل مع نفسي برضو عشان أهدي شوية عصابي عشان عارف أتصرف لأنه التوتر أو الألأ في موقف لحظي وآني ممكن شوية يشل التفكير أو يخلي التفكير مش سليم أو مشوش على الأقل هو التوتر ليه أعراض جسدية وليه أعراض نفسية نحب نفرق ما بينهم علشان الناس تبقى عارفة هل إحنا بنمارس التوتر أو التوتر عندنا بشكل سليم ولا خرج من النطاق الطبيعي التوتر من الطبيعي إنهو بيكون شيء داخليه بمعنى إن أنا لو موجود في موقف والموقف ده أنا متوتر فيه المفروض حضرتك مش هتحسي ده فيه لو أنا التوتر واخد النطاق بتاعه بشكل طبيعي المفروض محدش بيحس به غير الشخص نفسه لأنه بيبقى عنده زي ما حضرتك تفضلت وقلت في البداية عنده سلام نفسي السلام النفسي لا يتعرض مع وجود التوتر ولكن التوتر لما بيبقى زائد على الحد المطلوب بيبقى فيه معاه أعراض جسدية تانية بتكون ملاحظة من الجميع أولا بيكون فيه تعرق شديد بيكون فيه ركفة بيكون فيه برودة في الأطراف بيكون فيه سرعة في التنفس وسرعة في نبضات القلب الحالة دي لو استمرت لوقت طويل مع المواجهات الاجتماعية ممكن بقى بتيجي نقطة تانية أو اضطراب مصاحب للتوتر اسمه البنك أبتاك أو نوبات الهلعة بيبتدي الإنسان بقى يبقى بيتوتر وبيبقى بيخاف بشكل مش طبيعي ومبلغ فيه من حاجات لا تسبب التوتر في الأصل دكتور حضرتك من شوية قلت أن التوتر مشاعر تعتبر حافز للإنجاز وممكن ننظر إلى التوتر ومنظور إيجابي أنه الإنسان ما يتوتر أنه عليه مهمة معينة عايزة يعملها في الشغل أو في الحياة فده بيدي له حافز على الإنتاج والإنجاز إمتى أحافظ على هذه المشاعر في الدائرة دي فقط دون أن تتحول إلى حالة من التوتر الدائم أو القلق يعني كاستشاري في تعديل السلوك أنا كشخص بتوتر كتير إزاي أحاول أحافظ بس للتوتر ده يدفعني للإنجاز دون أن يتحول إلى مرض أو قلق دائم هو غالبا التوتر بيكون عرض مش بيكون مرض في حد زيته أو مش بيكون الطرف في حد زيته بعض الشخصيات فيه شخصية اسمها الشخصية الإنعزالية شخص دايما منعزل عن المجتمع عن المواقف الاجتماعية ملهوش دور في المجتمع بأي شكل من الأشكال شخص انطوائي شخص انهزامي طول الوقت شخص سلبي وشخص شايف نفسه بصورة وحشة فالشخص ده بيكون أكتر عرضة للإصابة بالتوتر الاكتئاب اضطراب اسمه الاكتناز القهري أو الوساوس بشكل عام فإحنا بنقول أن التوتر في حد زيته هو ليس اضطراب أو مرض في تشخيص الأمراض أو الاضطرابات النفسية ولكن هو عرض فإحنا بنبتدي نعمل دراسة حالة بنشوف التوتر ده ايه المسبب الأساسي لي او ايه اللي قد للتوتر او ايه مصدره احيانا بيكون الشخص ده ممكن أخفق في حياته في حاجة احيانا الشخص ده بيكون عنده جلد زيت احيانا بيكون عنده ضعف ثقة بنفس احيانا برضو دي نقطة مهمة بعض الأمراض العضوية تؤدي إلى التوتر زي مثلا لو حد عنده كسل في الغدة الدرقية يؤدي إلى التوتر وده بتبقى بالفحص وإن كان عنده الهرمون المحفز للغدة الدرقية فيه نقص بيبتدي ياخد هرمون احنا بقى بعالج السبب العضوي فبالتالي التوتر ده بيختفي بالضبط كده الشخص اللي عنده فقر دم عنده نقص في الأنيميا معرض أكتر للتوتر بشكل مستمر الشخص اللي طول الوقت وده برضو على خلاف المفهوم السائد الشخص اللي طول الوقت بيشرب منبهات وكفايين وبيشرب قهوة كتير وبيشرب منبهات كتير ده بتأثر على أداء العقل بشكل سلبي يعني لازم يكون في توازن إن قدية المشروبات اللي فيها نسبة كفايين نسبة زيادة أو جرعة زيادة بيؤدي للتوتر وده ممكن يفضل معايا طول اليوم في نقطة تانية برضو الناس اللي متعودة تاكل أكل دسم تاكل أكل من برة المعدة بتاخد جزء كبير من الدم من المخ وتوديه ناحية المعدة علشان يحصل عملية الهضم فده بيأثر على الشخص بيأثر على سلوكه بيأثر على مزاجه بيخليه أكتر عرضة للإصابة بالتوتر كمان إحنا في الأجواء الحرة اللي إحنا بنعيشها دي الجفاف يؤدي إلى التوتر فأنا بنصح الناس خليك معك إزازة مية وإنت برة مش لازم تكون عطشان النصيحة الطبية اللي بتتقال مش لازم تكون عطشان عشان تشرب اشرب طول ما انت ماشي خليها عادة يعني خليها عادة عندك ودي برضو نقطة مهمة جدا للقضاء على التوتر طيب دكتور برضو أحيانا بتكون من أسباب التوتر أو القلق أحيانا يعني مرور الشخص بموقف بعينه سبب له ألم نفسي أو سبب له وجع ما يعني في حياته موقف صعب عادة به فهو بقى الموقف ده كله بيفتكره أو بيتعرض لموقف مشابه ليه حتى لو مرورش علاقة به بيوتره هل ده بيبقى لسه فيه سياق أو نطاق التوتر ولا بيدخل في النطاق القلق ولا بيدخل في نوع تاني بقى من الأمراض النفسية وإزاي يتعامل معه هو الشخصيات دي لما بنيجي نعمل لها تقييم نفسي بنلاقيها موجودة في دايرة كده اسمها دايرة عدم الرضا شخص ما بيبقاش راضي دايما مش راضي عن حاله عن أسرته عن زوجته عن شغله فدايما تلاقيه ده بيؤدي إلى التوترات وعلى فكرة التوتر من أبسط الحاجات اللي ممكن تحصل للناس لأن التوتر ده مفيش إنسان متعرضش للتوتر حتى الأطفال من الأطفال كمان هو يقال بس لو بمعدل طبيعي يعني برضو أحيانا بالفعل فيه ناس بتتوتر زي ما حضرتك قلت الموضوع بيتطور معهم لبانيك أتاك ما بيبقاش عارف يتنفس ما بيبقاش عارف يعني حركته بتكون سريعة جدا ما بيعرفش تكلم بتلاقي فيه تقطيع في الكلام أحيانا التوتر لما بيزيد عن حده بيأمو أذي كمان بالضبط كده وهو في تطريبات نفسية مهمة جدا كمان تخلينا نساعد الشخص اللي هو بيتوتر ممكن حتى يعمل جلسات لنفسه في البيت لو هو مش مش رايح لدكتور نفسي أو مش رايح لمعالج بيبتدي ياخد معا جلسات منتظمة ممكن فيه تدريبات اسمها تدريبات الاسترخاء فيه تدريبات اسمها تدريبات اليقظة الزهنية فيه تدريبات اسمها تدريب تعدد أو تكرار النعم أنا لما أذكر دايما أصحى من النوم كده أذكر النعم اللي عندي أحيانا بنخلي بعض الناس اللي عندها توترات تشترك في جمعيات طوعية وخيرية تزور مستشفيات بتشوف وضع الناس الأسوأ منها فده من خلاله بنعمل تقنية من تقنيات العلاج النفسي اسمها التعرض مع منع الاستجابة أنه بيتعرض لمواقف فيها توترات وفيها حاجات ممكن تخليها الآن لكن استجابة جسمه اتغيرت طبعا نحن الأيام دي عايشين انتحانات السنوية العام وبيوت كتيرة جدا طبعا اللي فيها حد بيمتحن بتبقى عايش حالة كده من التوتر الشديد الطالب نفسه بقى متوتر الأب والأم نعالج ده ازاي وازاي نحاول نخلي حالة كده من حالات الهدوء والسكينة والاسترخاء في بيت في حد بيمتحن السنوية العام نقطة مهمة جدا وكويسة أشكر حضرتك أن انت تدرقت لها احنا عندنا شقين في شقة خاص بولي الأمر وده بنشوفه للأسف يعني في حاجة اسمها أو نقد أو مقارنة اسمها بنقول عليها أن هي مقارنة إيجابية أننا طول الوقت عايز ابني أو بنتي يكون ناجح فبقرنه بشخص تاني فطول الوقت ده بيعمل عب على الطالب وبيعمل استرس بيخليه هو مش قادر يقوم بالمجهود لأننا دايما بقرنه بحد تاني فأنا بنصح ولي الأمر في حاجة اسمها مقارنة معيارية وفي حاجة اسمها مقارنة شخصية ابعد عن المقارنة الشخصية لو عايز تحفز ابنك ما تقرنهوش بشخص لكن قرنه بمعيار الإنسان اللي في ظروفك وفي وضعك وفي نفس مستواك المفروض يكون بيذاكر بالقدر ده المفروض يوصل للمستوى ده فأنا كده بقول له معيار عايزه يكون عليه مش بقرنه بعينه أو بشخص بعينه المقارنة دي من الحاجات المدمرة جدا اللي أنا أنصح كل ولي أمر بيقامل السلوك ده أو بيتماد فيه يبتدي يوقفه بالنسبة للشخص اللي عنده امتحانات في حاجة اسمها عندنا قلق الأداء بما أن الحلقة عندنا عن التوتر والقلق في حاجة اسمها قلق الأداء أحب أطمن الناس لو أنت عندك امتحان بكرة والآن ده شيء طبيعي جدا أنا خايف أن أنا أنسى كل اللي أنا ذكرته وأنا خايف مجهود السنة كله يديع ألق الأداء ده شيء طبيعي جدا أهم حاجة قبل الامتحان بـ 12 ساعة اعرف أن الـ 12 ساعة اللي قبل الامتحان اللي أنت بتغذي به نفسك جسديا وعقليا هم أهم 12 ساعة في الوقت اللي أنت دخل فيه الامتحان الأكل ما يكونش فيه دهوين كتير ممكن الاستيقاظ المبكر والنوم المبكر ده أمره مهم جدا وبيمنع التوتر وقلق الامتحانات بشكل كبير خلي معاك إزازة مية في الامتحان ابتدي اشرب منها اعمل تدريب اسمه تدريب التنفس العميط قبل ما تدخل الامتحان بساعتين ابتدي خد من الأنف شهيط بكمية كبيرة من الهواء احبس الهواء في صدرك لمدة خمس ثواني وطلع الزفير ببطء من الفم التدريب ده اسمه تفريغ انفعالي التدريب ده مهم جدا علشان الإنسان يبتدي يستعيد تركيزه لأن المخ بيتغذى على حاجتين غزى المخ هو الأكسوجين والكولوكوز فأنا تغذية المخ بالكولوكوز ممكن الإنسان يشرب مثلا مشروب في جريفروت أو يشرب برطقان الصبح ده هيفيده جدا تدريب التنفس ده بيشبع العقل بالأكسوجين أو بيشبع أجهزة الجسم والمخ تحديدا بالأكسوجين فده بيخلي الناس أكثر هدوءا واسترخاءا أثناء الأداء جيد بنشكر حضرتك دكتور ريمون ميشيل الاستشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري وتعديل السلوك على الرشدة النفسية الجميلة اللي حضرتك قلتهانا النهاردة يا ربي كده يبعد عنه أي علامات ألأ وتوتر نورتنا وشرفتنا وصباح الخير على الحال شكرا جدا شكرا جدا